الكتاب الذي بين يديه هو الجزء الثامن من تفسير البرهان إنه جامع الأحاديث التفسيرية الذي جمعه السيد هاشم البحراني من نفس الطبعة التي مرت الإشارة إليها هذا هو الجزء الثامن صفحة سبعة إنه الحديث الثاني ينقله السيد هاشم البحراني عن كتاب علل الشرائع للشيخ الصدوق رحمة الله عليه الرواية عن إمامنا الباقر قال قلت له الراوي يقول قلت للإمام الباقر إن الناس يزعمون أن رسول الله لم يكتب ولا يقرأ ومراجع أشيعة كلماتهم تكاد أن تطبق على ذلك في كتب التفسير وفي كتب العقائد وفي كتب السيرة وفي كتب الفقه وفي الأحاديث على المنابر قد تحدثت عن هذا الموضوع في برنامج قتلوك يا فاطمة أتمنى أن تعودوا إلى تلكم الحلقات كي تطلعوا على قباحات مراجع الشيعة وقباحات خطباء الشيعة فيما يقولونه عن رسول الله صلى الله عليه وآله فقد تحدثت في ذلك البرنامج عن هذا الموضوع وبالوثائق والحقائق والفيديوات وبعد ذلك ثنيت في حلقة عن صورة نبي المرجعية ذلك النبي الغبي الأثول الأحمق بحسب مراجع الطائفة منذ بدايات عصر الغيبة الكبرى إلى المراجع الأحياء الذين تقلدونهم الحلقات موجودة على الشبكة العنكبوتية وسنعيد بثها أيضا ربما في مثل هذه الأيام أنا وعدتكم يوم أمس أن يعاد بث حلقتين من برنامج الكتاب الناطق فيما يرتبط بموضوع المشاهدة كي تطلعوا على جهل مراجع الشيعة وعدم معرفتهم بكتب ورسائل وبيانات الإمام الذي يدعون أنهم ينوبون عن فكيف وضع نوابا لا يعرفون ولا يفهمون ما يكتب وما يوجه من بيانات لهم هل يعقل ذلك العيب إما في الإمام لا يعرف اختيار النواب وإما أنهم ما هم بنواب للإمام الحج وإلا لماذا هذا الجهل بما يكتبه الإمام الحجة لنوابه وللشيعة عموما الحلقتان اللتان ترتبطان بموضوع المشاهدة سيبثان في الأيام القادمة في اليوم الرابع والعشرين من شهر رمضان وفي اليوم الخامس والعشرين من شهر رمضان في الوقت الذي يبث فيه برنامج يا علي يتوقف البرنامج وبعد ذلك نعود إلى بث الحلقات المتبقية من برنامج يا علي ولكن يتوقف برنامج يا علي في اليوم الرابع والعشرين وفي اليوم الخامس والعشرين من شهر رمضان هذا سنبث الحلقتين التي ترتبطان بموضوع المشاهدة ضروري جدا للباحثين عن الحقيقة أن يشاهدوا هاتين الحلقتين وبعد هاتين الحلقتين سنبث الحلقات التي ترتبط بأمية النبي وبصورة نبي المرجعية تلك الصورة القبيحة التي رسمها كبار مراجع الشيعة في كتبهم بالوثائق والحقائق والدقائق فتابعوا تلكم الحلقات إذا كنتم تريدون أن تطلعوا على التفاصيل الحقيقية لا كهذا الذي يضحك به عليكم أعود إلى الرواية فإن سائل يسأل الإمام الباقرة قلت له إن الناس يزعمون أن رسول الله لم يكتب ولا يقرأ فماذا قال الباقر فقال كذبوا كذبوا لعنهم الله ما أكثر مراجع الشيعة هكذا يقولون من أنه كان أميا لا يكتب ولا يقرأ بل ذهب البعض منهم في كتبه يغالي إلى ما هو أبعد من ذلك مثل ما كتب السيد الخوئي في تفسيره البيان أو ما كتب السيد محمد باقر الصدر في العديد من كتبه من أنه لم يكن حائزا حتى على الثقافة العادية التي كان يحوزها أبناء مجتمعه في ذلك العصر الجاهلي هذا الكلام موجود في كتب السيد محمد باقر الصدر وفيما كتبه السيد الخوئي قريب من ذلك في تفسيره البيان وهذه القضية منتشرة في كتب المراجع انتظروا إعادة تلكم الحلقات وستطلعون على الحقيقة بأنفسكم فهذا السائل يسأل الباقرة قلت له إن الناس يزعمون أن رسول الله لم يكتب ولا يقرأ فقال كذبوا لعنهم الله أنا يكون ذلك وقد قال الله عز وجل هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين فكيف يعلمهم الكتاب والحكمة وليس يحسن أن يقرأ ويكتب قال قلت فلما سمي النبي الأمي قال نسب إلى مكة وذلك قول الله عز وجل لتنذر أم القرى ومن حولها وأم القرى مكة فقيل أمي لذلك في صفحة ستة من نفس المصدر الحديث الأول وقد نقله أيضا سيد هاشم البحراني عن علل الشرائع للشيخ الصدوق الرواية عن إمامنا الجواد الرواية المتقدمة كانت عن إمامنا الباقر هذه الرواية عن الجواد عن جعفر بن محمد الصوفي قال سألت أبا جعفر محمد بن علي الرضا إنه جواد الأئمة فقلت يا ابن رسول الله لما سمي النبي الأمي فقال ما يقول الناس قلت يزعمون أنه إنما سمي الأمي لأنه لم يحسن أن يكتب فماذا قال الإمام كذبوا عليهم لعنة الله كلامه هنا أشد إمامنا الباقر ماذا قال كذبوا لعنهم الله باعتبار أن مرحلة التأويل قد تقدمت في زمن الإمام الجواد فإن التأويل في حالة تقدم وتطور ولذا الإمام بين شدة اللعنة باعتبار أن الحجج كلما بينت أكثر كلما كان الحساب أشد إن كان حسابا في الدنيا أو كان حسابا في الآخرة هذه اللعنة تكون لعنة في الدنيا وتكون لعنة في الآخرة واللعن على درجات فقال ما يقول الناس قلت يزعمون أنه إنما سمي الأمي لأنه لم يحسن أن يكتب فقال كذبوا عليهم لعنة الله قد يقول قائل من أين عرفت من أن اللعنة هنا أشد بسبب تقدم الجار والمجرور كذبوا عليهم لعنة الله بينما ماذا قال إمامنا الباقر كذبوا لعنهم الله ولكن هنا حين تقدم الجار والمجرور فهذا التعبير وهذه الصيغة في الأدب العربي تشير إلى تشديد المعنى على هؤلاء كذبوا عليهم لعنة الله أنا ذلك والله يقول في محكم كتابه هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكم فكيف كان يعلمهم ما لم يحسن والله لقد كان رسول الله يقرأ ويكتب باثنين أو قال بثلاثة هذا الترديد من الراوي والله لقد كان رسول الله يقرأ ويكتب باثنين أو قال بثلاثة باثنين أو قال بثلاثة وسبعين لسانا وإنما سمي الأمي لأنه كان من أهل مكة ومكة من أمهات القرى وذلك قول الله عز وجل لتنذر أم القرى ومن حولها ما الذي جعلني أورد هذه الرواية الذي جعلني أورد هذه الروايات أمران الأمر الأول يتعلق بسعة بحثة نبينا ولذلك فإنه يقرأ ويكتب بكل اللغات بكل لغات الإنس وبكل لغات الجن وبكل لغات الملائكة وبكل لغات الحيوانات وما يرى وما لا يرى ولذلك في صفحة ثمانية من نفس الجزء الذي بين يديه الحديث الثامن ينقله عن بصائر الدرجات لشيخنا أبي جعفر محمد بن الحسن الصفار من أصحاب إمامنا الحسن العسكري صلوات الله عليه عن عبد الرحمن بن الحجاج قال قال أبو عبد الله إمامنا الصادق إن النبي صلى الله عليه وآله كان يقرأ ويكتب هذا ما يرتبط بالإنس وبالجن وبالملائكة الملائكة يكتبون أيضا ويقرأ ما لم يكتب ما لم يكتب ككتابة الإنس وكتابة الجن وكتابة الملائكة فهناك من الكائنات الأخرى كتابتها وقراءتها تكون في نفس كيانها في نفس وجودها أنا لا أريد أن أدخل في هذه التفاصيل الخلاصة فإن محمدا صلى الله عليه وآله يقرأ ويكتب ويتكلم ويحيط علما بكل الألسنة هذا المضمون الذي نقرأه في الأدعية يا من لا تشتبه عليه الأصوات هذا المضمون يرتبط بالمعصومين لأن الأصوات جميعا لا بد أن يحيط المعصوم علما بها صلواتنا لا بد أن تمر في فنائه كلامنا لا بد أن يمر في فنائه القضية واسعة جدا عن أي شيء أحدثكم والله لا أدري عن أي شيء أحدثكم هذه المطالب متشعبة في ثقافة الكتاب والعطرة قلت إن الذي جعلني أتناول هذه الروايات التي ترتبط بإحاطة النبي صلى الله عليه وآله قراءة وكتابة وكلاما بكل لغات الخلق بما في العوالم العلوية وما في العوالم السفلية هو إشارة إلى سعة نبوته فمتى فعل هذا هذا الأمر لم يفعل وإنما يفعل في زمن الرجعة العظيمة هذا الأمر الأول الأمر الثاني الذي جعلني أتناول هذه الروايات تلاحظون أن الإمام الباقرة وأن الإمام الجواد معصومان يلعنان لعنا ويصفان تلك العقيدة بالكذب وهي تتناول جزءا يسيرا من شؤونات نبينا فماذا يصنعان حينما يكون الحديث عن الرجعة بكل اتساعها ما القراءة والكتابة باللغات المختلفة تشكل جزءا يسيرا من شؤونات نبوة نبينا فما بالكم بالذي ينكر الرجعة ما بالكم بالذي لا يحيط علما بالرجعة ماذا سيقولون عن انهم يخرجونه من الدين ساقرأ لكم الروايات ليس منا ومن شيعتنا من لم يؤمن برجعتنا برجعتهم هم لا برجعة بعض الاموات ما انا قلت لكم في يوم امس الرجعة لا تعني ان ارجع انا وانتم احنا احنا سرابيت الشيعة مجموعة من سرابيت الشيعة الامام يرجعهم هي هذه الرجعة شنو هالخرطة هذا هو الذي يتحدث عنه مراجع الشيعة الذين آمنوا بالرجعة اما الرجعة العظيمة لمحمد وآل محمد هم لا يتحدثون عنها مع ان الزيارات والادعية والروايات اما الآيات فذلك شأن اخر فانهم لا يفسرونها بتفسير عليا تلك قضية قد فرغنا منها نقضوا بيعة الغدير وتركوا المراجع تفسير علي وآل علي فكتبوا تفسيرهم وفقا للمنهج العمري تلك القضية مفروغ منها الادعية والزيارات التي يقرؤونها انا لا ادري هم يعرفون مضامينها او لا ام انهم دماغسيزية ما يفهمون معاني الادعية والزيارات التي يقرؤونها وهي تتحدث بكل وضوح عن مضامين الرجعة العظيمة انا اقول الامام الباقر الامام الجواد يلعنون الذي يقول من ان رسول الله لم يكن عارفا بالقراءة والكتابة وهذا يمثل جزءا يسيرا من نبوته فماذا سيقولون عن الذين ينكرون الجزء الاعظم بل هي النبوة ما كان من نبوة في عصر التنزيل كان مقدمة كان تمهيدا خاتمة الاديان هو الدين الذي يظهره الله على الدين كله فمتى ظهر هذا الدين على الدين كله الدين الخاتم انما يكون خاتما حينما يكون قد ختم كل الاديان وقد نسخها نسخا حقيقيا فعليا فهو الدين الوحيد ان الدين عند الله الاسلام الاسلام هو دين كل الانبياء ولكن الاسلام هنا في هذه الآية بحسب تفسير علي وآل علي هو منهج الكتاب والعترة بحسب احاديث العترة الاسلام هنا هو علي ان الدين عند الله الاسلام ولاية علي والله هذا هو الموجود في احاديث العترة في تفسير هذه الآية انا ما عندي وقت ان اورد المصادرة لكل صغيرة وكبيرة هذان الامران هما الذان جعلان اورد هذه الروايات التي تحدثت عن علم رسول الله وإحاطته بكل لسان وبكل لغة قراءة كتابة انه يقرأ ما يكتب وانه يقرأ ما لم يكتب هذا محمد الاعظم 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 ترجمة نانسي قنقر